تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي خاصة مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين وفي هذا السياق استعرض الرئيسان البهودة الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم السراع وتوسيع دائرته أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة